وفي الشأن الإنساني نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم أمس في أول أيام عيد الأضحى المباركة مشروع الأضاحي في مدينة أم الجرس بجمهورية تشادة بمشاركة مؤسس زايد بن سلطان الهيان الأعمال الخيرية والإنساني ومؤسس خليفة بن زايد الهيان للأعمال الإنسانية وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع ألف دراس من الغنم على المستحقين من الفقراء والمحتاجين بهدف رسم بسمة الفرح على وجوههم وإدخال السور في قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المباركة وانسجاما مع الدور الإنساني والإغاثية للهلال الأحمر الإماراتي فيما يستفيد من المشروع مئات الأسر من ذوي الدخل الضعيفة وغيرهم من الشرائح المستحقة موسيقى